ونتحول إلى ملف حياة كريمة حيث شهدت قرية الإبراهيمية البحرية بمحافظة دمياط تنظيم قافلة طبية شاملة على مدار يومين وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالة حارجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحليل معملية وأشعادية وسونار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية والإبراهيمية البحرية دي من ضمن القرى اللي بنستهدفها في القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل لأنها بعيدة عن المستشفيات المركزية زي مستشفى كفر الساعد المركزي أكثر من 15 كيلو وهي من القرى البعيدة والمحرومة من خدمات الصحية أنا بشكر الرئيس عبد فتاح السيسي لأنه بوفر العلاج لجميع المواطنين والجميع الأعمار وأنا كشفت باطنة وكشفت عظام وخدت العلاج خدت العلاج بتاعي وكله يعني آخر حلوة ولا فيش حد قال أي حاجة يجي تفضل وقاموا أخدم مني الورقة وقالوا تعالى كذا كذا ونزلت روح تجيب علاجي وروحت للدكتورة عملت البخاخة وخدت منها ترجمة نانسي قنقر